يا سادة احنا نارد اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا عايزين نحمي اولادنا ونحفظ اولادنا وده مش هيكون غير بالاهتمام الشديد لازم نخلي بانا زي ما بيقولوا كده لازم نكون عنا في واستراصنا لان احنا كل واحد فينا موجه اليه كلام راقي كلام منور من حضرة النبي كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياته الرجل راعن والمرأة راعية في بيت زوجيها وهي مسؤولة عن رعياته تعالوا نتحالف ونتكاتف عشان نمنع اولادنا من الخطر ده اللي بيستهلك حياتهم ويزب كرامتهم ويخشوه كمان بطنهم ولكن كل حال ممكن يكون مطروح وممكن يكون مع الانتباه ومع الجد ومع الحرص كل ده يحصل بس اوهو تفقدوا اورادكم الثقة بنفسهم ولا تحسسوهم ان هم ملوثين دي معصية نعم ده شيء مشوه نعم خلينا نفصلوا عن اولادنا ونخليهم يثقوا بانفسهم ويخراجوا اجمل ما فيهم لان الجميلة ما زال ينظروا اليهم ومدد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومدد ربنا واصل اليهم تعالوا نكتهد ان احنا نحسسهم ان هم معاهم معاهم لا ينقطع ونخلي كل واحد فيهم كاتب على صدره الباقي معك ما ودعك يا رب العالمين اكرمنا عشان نكون دعم نكون دعم ومدد لأولادنا ونساعدهم ان هم يكونوا دايما في حضرتك يا جميل يا كريم يا رب العالمين يا رب العالمين